اشتركوا في القناة بدأ منذ وقت طويل عبر عنه دكتور نزار بالريشة احيانا وبالكلمة احيانا اخرى وفي كلتا الحالتين كان وفيا لفنه ولمدرسته الروسية التي قال عنها هناك اي في هذه المدرسة تلمست طريقي الى المعرفة معرفة الالوان الترابية احسست بالايدي التي عجنتها لتقدمها لنا الوانا للابداع وهناك ودائما للدكتور نزار تعايشت بصيرتي مع ابداعات المعلمين الكبار من اساطين الفن الروسي امثال فيشن ريبن سيروف سوريكاف وغيرهم لقد غرف من هذا البحر العظيم وسقله باسلوبه الخاص وكأنه يعطيه نكهة شرقية ازدادته عراقة وتألقا وفي هذه الامسية سوف نستمع إلى ضيوفنا الذين واكبوا بشكل أو بآخر ولادة هذا الكتاب بداية مع السفير روسيا الاتحادية في لبنان والسفير فوق العادة السيد أليكساندر نيكولايبش روداكوف فليتفضل مساء الخير مع الوزير الدكتور نيزار العيو الأصدقاء والكرام والسيدات والصادة اللي حضروا هذي يعني اليوم عندما نحن نقدم ما بعد مع دكتور نيزار الكتاب الكتاب المهم للشان الفنان الروس واثل المعلومات اللي مكتوبة أو موجودة في هذي الكتاب يعني هي للناس اللي يدرسوا فنان فنان هون في اللبنان والشعب اللبناني والشعب العربية بس هذا يعني كتير كتير مهم ليست فقط يعني لروسيا طبعا المعلومات عن الفنان مهمة يعني لكل هي وارثة لكل العالم وحاصة لشغل دكتور نيزار يعني هذه المعلومات موجودة باللغة العربية عندكم ونحن ممنونين جدا يعني لشغل دكتور نيزار وبصراحة عندما أنا أول مرة التكيت مع دكتور وشفت هذا الكتاب واستهرفته يعني شفت نفذة الحياة لدكتور وهو دايماً كاتب عن الفنانين العرب والفنانين في شرق العوسط وليست فقط في لبنان وفي ملان الأخرى وبعدين طبعاً عندما أنا شفته هذا نبزة الحياة أنا فهمته كل الحياة الدكتور نيزار هو يعني كان مثال له يعني الفنانين من الروس وهو أخذت جوزاً من يعني من الكالتور من الثقافة الروسية في كلبه وجاب إلى لبنان وهذا يعني نحن مواتزين اللي موجود مثل هاك الناس اللي طول الحياة يعني يقدم يقدم شيء جميل لشاب اللي هو موجود هون في اللبنان وطبعا أنا بس بدي أضيف أدة الكلمات فقط إذا ممكن دكتور من نبذة الحياة مثلا بعض اللوحات الطابعة لدكتور نزار موجودة في المطحف الارميتاش في روسيا في مطحف الدولي روسي كذلك في الأكاديمية العلوم روسية وكذلك خاصة في المكتب الخاص للرئيس أولاديمير فوتين وطبعاً هذا يعني اللوحات والشغل الدكتور يعني مقبولة جداً ليست فقط هون وكذلك في بلدان الأخرى وخاصة بروسيا ونحن فخرين أنتم خرجوا من الماهد روسي في أيام الاتحاد السوبيتي ونقل هذا الحب وذكر طول حياتكم وكتب هذا الكتاب وكدم إلى شعب لبناني والعربي وشكراً نحن على موعد مع اتصال بواسطة الزوم من الخارج ولكن بسبب التعكيدات في الاتصالات سوف ننتظر قليلاً أستاذ بقسم الهندسة المعمرية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ووكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية حائز على دكتور الفلسفة قسم التصميم العمراني جامعة ليفر بول من المملكة المتحدة عام 1986 عضو جمعية المهندسين المعماريين المصريين من أبحاثه إعادة تأهيل المباني كاتجاه للتنمية السياحية والحفاظ على البيئة دور المدن الجديدة في إعادة تخطيط الأقاليم عضو جمعية محبي الموسيقى والفنون إنه الدكتور عمر جلال العدوي فليا تفبر مساء الخير معالي الوزير سعد السفير صديق العزيز الدكتور نزر ظاهر الحضور الكريم أنا سعدت جدا من الدهوة من صديقي الدكتور نزر ظاهر لألقي كلبه بنسبة إطلاق كتابه إطلاله على ضفاف النيف وهذه هذا الكتاب أنا أعتبره تسجيل مهم لعدة أمور فنية وفنانات تشكليات روسيات طبعا نعلم جميعا إن روسيا غنية بالأدب والفن وهناك عظماء في الفنون مثل روبين فنانة العظيم اللاهو لوحات خصوصا في البرتري عظيمة جدا في الأدب عندنا في الموسيقى عندنا في شعر طبعا أنا أقول رجال لكن أنا أحب منظمة السيدات يا دكتور نزار أحب أقول فيه برضو كاتبة وفاة اليسوفة مهمة جدا من أصل روسي من وليد سانت بيتلسبرغ وهي أنا آين راند آين راند دي فليسوفة كبيرة وهي من وليد بيتلسبرغ فحبت أذكر اسمها طالما كله كلام على السيدات حاضرتك وضونت خمساشر فنانة تشكيلية فروسيا غنية في الأدب والفن وأنا أتذكر منذ عدة سنوات لما ذهبت لحضور مؤتمر في سانت بيتلسبرغ كان غير هدف في حضور المؤتمر أن أنا أزور متعف العرميتاش الغني باللوحات الفنية وأنواع الفنون المختلفة أن الفنان صار ظاهر عنده لوحة هنا وعنده لوحات في معهد الفنون الروسية فروسيا غير أنها بتتمتب بالفناء والأدب أنا كمهندس معماري شفت جمال المباين والحفاظة على التراث الروسي سواء في سانت بيتلسبرغ أو في موسكو فبهرت بالعظمة في الفن وطبعا الفنون جميعا بالنسبة لروسية أنا باني الفنان نظار ظاهر على هذا الكتاب بتطلالها على نيفا لتسجيله خمستاشر فنانة تشكيلية روسية وهنا يعني بشوف المرأة أخذت دورها وانت تديت دورها للمرأة وكل المرأة في كافة المجالات جديرة من نحنا نسجل لها إنجازاتها وخصوصا الفنانات الروسيات جابهم على مر زمني كبير وسجل لوحتهم وسجل كل الإضافات اللي عملوها للفنون أما صادقنا الدكتور نصار ظاهر الذي طرارع في هذه المدرسة الغنية في الفنون في أكاديميتي الفنون وحصل على الدكتورات من مهد روبين في سانت فيترزبورغ في سنة سبعة وتمانين وطرارع هناك أنا بتخيله دائماً وقف في أكاديمية الفنون الروسية ويطل على دفاف النيفة فبتخيالك دائماً وقف إنه بتبص فبالتالي أبدعت في التاريخ أكاديمية الفنون الروسية وأنا شخصياً استفدت إزاي الأكاديمية دي تتطورت عبر الزمن وحفظت على تاريخها وعلى إنجازاتها ومزاهمتها عالمياً في أنواع الفنون فأنا بهنيك على هذا الكتاب اللي اعتبر وثيقة تدرس في المعاهد والجامعات ومتارس الفنون أما على الفنان نزار ظاهر لقب فنان أهم من الدكتور بعدك فنان عظيم وأنا باقيماً باعتبره بين النبض المجتمع بيعبر في لوحاته عن المجتمع إلى جانب تعبيره عن الطبيعة والأرض وألوان الطربة فلوحاته التي تزين عندنا عدة منها تزين جامعة بيروت العربية تقف تتعملها بتحكي كل لوحة قصة من القصص الكبيرة فيجب أن أنت تتمتع وأنت بتشاهدها وكل مشاهد بيتخيل القصة اللي الفنان عايز ينقلها للمجتمع فعنده قدرة كبيرة عن استعمال الألوان مع الضوء ويعبر عن الوقت الزمني كذلك اللي ترسمت فيه اللوحة فهنيئاً للبنان بالدكتور نصار ظاهر وأنا حضرت في هذه قاعة في 2018 لما رئيس بوتين قرموا ودالوا وثان بوشكن فمش أول مرة يقرم من روسيا الفنان نظام ضاهر وطبعاً اتقرم في لبنان وعدة دول عربية وغيرها من الدول وهو جدير بهذا التكريب وأنا تمنى أنه هو دائما نقرم أبنائنا في الوطن العربي ونرفعهم وندفعهم أن يخلقوا مدرسة لأنه عنده مدرسة فنية يعني ما زرت مرسامه حسيت أنه مدرسة كاملة في يجب أن نحن ندعم الفن والأدب والموسيقى جميعاً فن أنواع الفنون وهي دي الحاجة اللي بتعيش وبتعمل حضرات المجتمع فأنا يعني أتمنى في هذه الظروف اللي بتمر بيها لبنان لأنها لبنان السعيد عفيتها ونرجع تاني نحتفل به المواسم الثقافية والفنية ويبقى فيه رشاط لأن لبنان كانت يعني نور في الشرق الأوسط للفنون والأداب فنفسي ترجع اللبنان كما كانت وإن شاء الله هترجع وخصوصاً أنا بهني سفارها الروسية والمركز الثقافي الروسي لأنه من أنشط المراكز الثقافية الموجودة على الأرض لبنان وإحنا في الجامعة عندنا علاقات مع الجامعات الروسية لأنها وصلت إلى مستوى علمي متقدم خصوصاً في الطب وخلافه فبالتالي إحنا سعداء جداً باستعادة المواصم الثقافية والفنون طبعاً أذكر أن أخونا الدكتور نزار لقيب الفنينين التشكيليين وكذلك مدير مدرسة الفنون فهو عنده أنجزات كثيرة على المستوى العلمي في التدريس والفنون فهو مدرسة بحد ذاته أنا مش عايز أطيل عليكم لكن أنا سعيد بيوجودي النهاردة وسعيد أن أنا في المركز الثقافي الروسي على فكرة أنا بشجع في التنس ميدا ديف واتمنى أنه يكسب بتاع التنس من روسيا يعني فهناك كثير من الفنون في روسيا يجب أن إحنا نتعرف عليها وكفاية أن روسيا أبدعت في الفنون زي البلشوي الذي يجب مثله في العالم وأول حاجة لما روحت روسيا كان أول حاجة أن أنا أزور وأحضر حفل البلشوي فأتمنى أن الفنون تتغلب والثقافة تتغلب عن المشاكل بين الناس وتوحد الناس مع بعض لأن الثقافات والحضرات يدروا يعملوا حاجات كتير بعيدا عن الخلافات أنا أسأل وأطلت عليكم بهني مرة أخرى الدكتور نزار ضاهر على هذا الكتاب القائم اللي هو أطلال على دفاف النيفا وهني أنه أسجل لخمستاشر رسامة تشكيلية روسية هذا التسجيل وهذه اللوحات العظيم أنا شخصيا تعرفت عليهم وتعلمت حاجات كتير وعرفت التاريخ أكديمة الفرور النراسي شكرا لدعوتكم شكرا سعد السفير شكرا معي روزي أستاذة العلوم السياسية ومؤسسة ومديرة سابقة لمعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وممثلة شخصية لرئيس الجمهورية في المجلس الدائم للفرنكوفونية تحمل الدكتورة دولة في العلوم السياسية من جامعة باريس لولا سربون وكفاءة تعليمية في الفلسفة وعلم النفس من الجامعة اللبنانية مدو مجلس جامعة الممتحدة بين عامي 2007 و2013 رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية لدى برنامج موست لدراسة التحولات الاجتماعية لدى منظمة الأونسكو ممثلة لبنان في المجلس التنفيذي لمنظمة مرأة العربية سابقا إن الدكتورة فادية كوين فلتتفضل أنا وصلا مساء الخير معي للوزير سعادة السفير الصديق دكتور نزار ظاهر أيها السادة سيدات والسادة أطالة في تقديمي الأخ العزيز لكنه نسع الأهم أنني اليوم أتكلم بصفتي مدير عام منظمة المرأة العربية بهذه السفة أريد أن أحتفل بهالإنجاز المهم جدا الذي أقام به دكتور نزار فكتابه شيق قرأته وتعلمت منه الكثير ويمكن أن نهديه إلى الشباب اليافعين ليتعلموا فيه الكثير عن أمجاد روسيا في المراحل الماضية أيضا والذي نتعرف على جزور الثقافة والفن في روسيا إذا نظرتم إلى الأخبار في التلفزيون اللبناني ترون في القصر الجمهوري لوحة فنية اسمح لي أبو حصر لوحة فنية فيها الأرزة اللبنانية وحولها هناك بحر أحمر هذه اللوحة من الفنان نزار ظاهر سعى ليضعها في القصر الجمهوري في فترة لم يكن هناك طابعا سياسيا محددا للقصر الجمهوري بس كان قصرا جمهوريا يراه اللبنانيين محطة أمالهم وجاءت لوحة الدكتور نزار لتحط الرحال في هذه القاعة وهي تعبر كثيرا عن واقع لبنان وربما أيضا عن أمله دكتور نزار قام في هذا الكتاب بفعل وفاء مزدوج فهو وفي لروسيا الذي ترعرع فيها وتبلور فيها فنه ومواهبه وهو في أي عمل يقوم به تجاه روسيا إنما يقدم الامتنان والمحبة لروسيا وهذا أمر مهم نحن نعرف أن الفنانين يحق لهم ما لا يحق لغيرهم أي التفلط من أي التزام باسم المشاعر والأحسيس وهم يجب أن يكونوا دائماً أبناء الحاضر لكنه كان ومزال يعلمنا أننا يمكن أن نكون أبناء الحاضر وأحسيسه وأن نكون في نفس الوقت حاملين في أحشائنا وفي قلبنا وفي فكرنا الماضي الذي عشناه وأن نكون أوفياء للمكان وللشعب الذي ترعرعنا في أحضانه هذا الكتاب هو تحية للنساء لذلك ذكرت قبعتي بإدارة منظمة المرأة العربية هو فعلاً فعله تحية للنساء وإجلال لنساء روسيات فنانات تشكيليات فنانات بصورة عامة غير معروفات منا بصورة عامة فجاءت ألوانه لتضيء عليهن وهنا لم تكن ألوان ريشته بل الضوء الذي يتفجر من قلمه أيضاً لأنه في وفائه إنما يعبر عن أحاسيسه من جهة وفي نفس الوقت يفجر موهبة موجودة في ريشته وفي قلمه ألا وهي فعل الألوان أرى أرى في لوحات دكتور نزار صوراً جميلة جداً للبقاع وهو يعرف أنني أحب كثيراً منطقة البقاع اللبناني وأرى في العديد من لوحاته الإشعاع والضوء والألوان التي يوحي له بها سهل البقاع ولا أعتقد أن بإمكاني أن يتنكر لجزوره البقاعية وإن فعل فهو على مسؤوليته لكنه أيضاً عبر في لوحاته تباعاً في محطات مختلفة لأن فنه تطور كثيراً خلال السنوات الماضية وأنا أرصد التحولات في فنه إنما عبر عن المعاناة أيضاً وعن الأمال الدكتور نيزار هو لديه ميزتين تجعلان منه إنساناً خطيراً في هذا الزمن الوفاء والأمل لأن الألوان التي يفجرها قلمه وتفجرها ريشته إنما تحمل الأمل والضوء ونحن في أمس الحاجة في لبنان اليوم لمن يحمل لنا الأمل ولمن يكون قدوة في الوفاء وفي نفس الوقت في الأمل فدكتور نيزار هنيئاً لنا بك هنيئاً لروسيا وسان بيترسبورغ الذين عرفوك شاباً يكبره تدريجياً ليس بالسن ولكن بالفن وتتفجر مواهبه هنيئاً للبنان بأمثالك فنانين ولكن لا يقبلون بأن يتفلتوا من الأخلاق لذلك أنت شخص خطير جداً فيما لو اقتضينا بمسيرتك أنت عنوان الوفاء وأنت تحمل مش على الأمل وتسير أمامنا جميعاً فعسى أن نمشي جميعاً على هذا الدرب درب الوفاء وفي نفس الوقت الأمل والإقدام والعزم عندما كنت رئيس الجمعية جمعية الفنانين التشكيليين كان يصلني أصداء عن عملك وعن عصاميتك وعن وقوفك في بعض الأوقات معزولاً في وسط الأمواج والعواصف وتبعت في نفوسنا تلك المرحلة صورة جميلة عن الفنان قبل أن نتعرف إلى شخصك أنا لن أطيل المديحة بك لكي لا أجرح تواضعك ولكن أنا أعتز بفنان مثل دكتور نيزار ظاهر وهو فنان كما قال الأخ الصديق من مصر فهو فنان أكثر من أنه دكتور بالجامعة وإن تألق كذلك في إدارة كلية الفنون في مرحلة الصعبة هي أيضاً وأنا لا أعرف إذا كان يجيد السباحة ومواجهة الأمواج العاتية لكنه وقف دائماً وكان دائماً قدوة لمن يريد أن يكون عصامياً في زمن الأهواء والعواصف هنيئاً لنا جميعاً بفنك واسمح لي أن أقول لسعادة سفير روسيا بأن دكتور نيزار نيزار ظاهر هو أنموزج عن لبناني الخلوق الصديق الصديق لمن صادقه والوفي الوفي لمن احتضنه وحامل شعلة الأمل أمام شعبه وربما التعاون مع أمثاله يعبد الطريقة لأن يكون لدينا أصدقاء في العالم يؤمنون بأننا لا نغضر بهم بل نحافظ على صداقتهم ونحاول أن نعمق جذور هذه الصداقة وأن نحاول دائماً أن نظهر الإمتنان عندما يكون لهم جميل علينا وأن نكون دائماً قدوة في التعاطي مع الآخرين شكراً للمركز الثقافي الروسي لإحياء هذه المناسبة وتوقيع كتاب الدكتور نيزار وهنيئاً لنا كلبنانيين بدكتور نيزار وأمثاله وأتمنى أن يكونوا كثر وأعتقد أن النساء أكنا روسيات أم عربيات أم لبنانيات هن اليوم في عز مجدهن لأن هناك قيمة لمن يحتفي بهن ليس فقط في الكلام الذي يقوله عنهن ولكن في الصدق الذي يعبر به عن مشاعره وعن أعجابه وتقديره لهن هنيئاً لنا كنساء وهنيئاً للبنان بأمثال دكتور نيزار وإن شاء الله نعود معالي الوزير ونحتفل أكثر بأمثاله ونتعاون جميعاً لإعلاء شأن لبنان الثقافي والفني في الأيام المقبلة والسلام عليكم شكراً دكتور فادية كما ذكرنا ولسوء الحظ لم نستطع التواصل عبر تقنية الزوم مع الخارج كان من المقرر أن نكون على تواصل مع فرنسا وأمريكا وروسيا بس مدري بالضبط كم دائع بس ولكن عدفتك؟ طبضاً علي وزير السقافة لبناني سعد السفير الحضور الكرام السيد طلال بستهيب حضورك أنا أنا بالأصل قاضي وأنا باعترف جاي اليوم لهون وما صري الفرصة التأقل بالدكتور نزار وما صري الفرصة أنه أطلع على الكتاب وما حدا خبرني أو أنا التبس علي الأمر ما حدا خبرني أنه مفترض أنا أقول كلمة اليوم وكان عساس إجي وقعد تحت وأحضر وأسمع وتفاعل متل ما كل حدا منكم عم يتفاعل لا بدي أطلع على الفانل حكي وزويد جميعا دكتورة فادية وقلت لازم أقول كلمتين بعد إذنكم جميعا سعد السفير أنا وزير الثقافة بالجمهورية اللبنانية دكتورة فادية لفتت لشي مهم لفتت لجزئية الوفاء أنا بما أمثل وأبلا بإسم الشخصي ومن باب أداء الوفاء حقه بشكر روسيا الدولة اللي كان إلى إسهام غير عادي على مستوى منع ثقافة أخرى أنه هي تحل وتشتيح وتستقر بمنطقتنا شكرا سعد السفير ليش الثقافة بلبنان حضرة رئيس الجامعة قال كان لبنان وهو على يقين أنه لبنان سيعود على مستوى أداء دور ثقافة غير عادي لبنان كل عمره هو ملاذ للمثقافين هو المطبع هو حرية الرأي هو الصحافي الحرة والرأي الحر وأسوأ وأخطر نعم بيواجه لبنان واجهه ومازال يواجهه هو محاولة حفيفة لمحو هذه الصور في أكتر من تهديد نعم بيواجه البلد تهديد الأخطر هو على مستوى الصورة على مستوى الهوية في تهديد آخر هو على مستوى الوعي لبنان موسيقى وفكر وحرية رأي ومهرجانات وسياحة وإبداع وإنتاج فني وفن تشكيلي ولبنان بد يكون وعي وعي لما يحاك والوعي ما بيجي هيك تحصيل حاصل ولا يستورد الوعي ما بتم إلا من خلال عطاء ست فادية دكتورة فادية حكيت أنه دكتور نزار راح وكون مخزون وإجا قدم جزء من هالمخزون بهالكتاب من باب الوفاء لا هذا عطاء ست فادية وفاء ولكنه يختزن عطاء ما خلها المخزون لحاله وأنا باتفق معك تماما هذا المخزون ما عم بقدمه ويصدره من خلال هالكتاب بس هيك تباهيا أو استعراضا لا هو شكل من أشكال العطاء والعطاء هو اللي بيخليك تمت جسر مثل ما هو مت جسر بين اتحاد سوفيتي سابقا بموروثه وروسيا حاضرا بما أغنته للدكتور نزار وعمل هالجسر هالجسر اللي هو اللي التلاقي نحنا بلبنان اليوم بحاجة للأمرين تكرارا الوعي لما يحاك والتصدي لما يحاك وإجهاد ما يحاك واتنين نروح نشتغل عكس سير هالأجندة التخريبية اللي جاي بدها تولد فتنة بالبلد وتخرب البلد وكيف انه نبني جسور طلاقي انه نساعد العالم تخرج من كهوفه النفسية انه نسمح للعالم ونعطيها الانسانتف اللي بيسمح له تخرج من المتاريس وتقول لا الخوف ما بيحل المشكل فهم الآخر هو الحل وحكت شي على درجة غير عادية من الأهمية دكتورة فادية لما حكت عن الزك بدنا نتذكر لما نتذكر هيك على الهمش بنص دقيقة ما رقل عندي حتى الصبح مصرفي عظيم ولكنه مش من المصارف بالمعنى اللي تعودنا عليه لي بيمارسوا هيكي مناورات لا يعني ولا متن هي التعبير القانوني ليسرقوا عمويل الموضعين لا دا مصرفي مش مصرفي ويش هيقلي وانا مصدق وهو بيتصدق كيف انا كمصرفي بدي كفي بشغلي بلبنان وانا ما عندي ثقة ببلدي والعالم ما عنده ثقة بالبلد اي انا شغلي تقنيا انو انع العالم انو انا اهل السلم مصريا تكون شغلكم مصريا تكون احفظكم مصريا تكون بس انا عندي دور اهم الدور الاهم انو شو روح التفت كيفية انا بما تيسر لي مش مدنيا بما تيسر لي انو روح اسهم في حل المشكلة الاساسية عم يعاني منهم البلد ويش اخبرني انو باليابان وهذا منطلق وهي مقاربته وقريبا جدا اللي حبتشوفو هيدا هاي الفكرة كيف تبلورت وترجمت وانو باليابان ما بيصنعو كانو بيشرون من الصين ولما تنكسر البيعاء او الفنجان او اي شي لما ينكسر ما يكبو يعتبرو لا لازم يعملو جهد انو ما بيصنعو بس بدون يعملو جهد يلحمو وكيف بيلحمو بيلحمو بطريقة كتير هيك دقيقة بتضل زاهرة بس مرتبة وتطفي غنى على هالإناء المكسور بيلحمو وبيدهبو وبيجي بقولوا هيدا حفزناه وبيسجلوا تماما انو هيدا اللي حفزناه شو أصله اي سنة انكسر شو الظرف لقدى انو هيدا الانكسار يصير كيف تصلح مين صلحوا نحن هدا اللي بيحاجة اللي قالوا في لبنان احياء الذاكرة الصحية شو صار قبل كيف نجرحنا ليش تعمينا عن الجرح ليش انعنا نفسنا انو الجرح صح وشفي وهو الجرح لا ما صح وما شفي وبس تحكو هيك بترجع تلاتين اربعين للألف وثمانمية وستين ما كانو صار شي ما كانو تعلمنا شي انا حقيقة كتير ممنوع انو هون يجي انا جاي كمان اعترافا جاي لانو الدكتور نيزار شقيقه للاستيس عدنان ظاهر اللي انا معرفتي فيه مش كتير بطيطة بس انا بكن له كل احترام حقيقة انا قربتها كالتالي ها في مناسبة بالمركز السقافي الروسي تعني الدكتور نيزار اللي هو اقول للاستيس عدنان وانا لازم موجود لازم موجود فانا ممنون انو انا انا جيت اليوم لهون انا بشكر للمركز السقافي الروسي وعلى الهيميش وانا دايما بقول اهم شي ممكن يحصل وتستفيد منه هو اللي بيجي بالصدفة هلا احنا وعندين هون بهوضي الديقتين عدين هون يجي الاستيس انا ببعرفوا ممكن هو مدير المركز السقافي الروسي وعرض انو هيدا متاح وساعة نباتكم فيكم تستعملوا بنشاط مش سياسة بنشاط اللي بعد هيكي ثقافي الاخرية برجع بلكم تكرارا وزارة السقافي بلبنان معنية بالموسيقى والابداع الفكري وبالفن وبالمسرح وبالسينما ولكنها هي شايفة واكيد كلكم بتشوفوا هيك معنية بشيء اساسي قلو الاولوية القصوى هي ثقافة بث الوعي وثقافة قبول الاخر وثقافة كمان التأسيس لحالة طلاقي التنوع بالجمهورية اللبنانية عم يصور انه هو سبب التعقيد والتنوع هو سبب الاشكال نحن بدنا روح نقول التنوع هو مصدر غنى وهو مصدر احتفال السلام عليكم كلمة من نحن بديافاته الآن مدير البيت الروسي في بيروت والذي بزل جهودا كبيرة في سبيل من جاحي هذه الامسية نقول دكتور وديم زاجيك ولتفضل مصدر غير يهو سيدات وصادة يصورني انراحبو بكم في بيت روسي في بيروت لمناصفة تقدم كتاب فانان لبناني مميز دكتور نزار دهر الجديد بيونوان اتلالة على تفاف نيفا بحث في تجارب تشكليات روسيات يصورني انراحب بشاك الحس بيسادة سفير روسي تحدي في لبنان أليكسندر روداكوف ومالي وزير ثقافة الكادة محمد وصام مورتد وطبان صديق نازيف ديفنا عزيز قدر ناكيب فانانيين تشكليين لبنانيين ومدير معهد فنون دكتور نزار دهر اليوم يقدم لنا كتابه جديد يبلغو بيت الروسي في بيروت قزلسان أمهو أربعين بيت الروسي هو ليست مجارد مبنى إنهو مجموعة من الأشخاص من روسيا من لبنان أليزين ياملون دوالت هذه السنوات على تقوية على قاتل صداقة وطعاون ثقافي بين الشعبين روسي ولبناني خلال السنوات هذه السنوات درسوا ألاف لبنانيين في جميعات رائدة في بلادنا ونحن نفتحر بكولو خارجين لبنانيين مميزين فجميعهم أزبحوا سفراء ثقافي روسيا ولوغو روسيا في لبنان ولكن من دمنا من تميز وبرز أكثر من هيريه مثل دكتور نزار داهر شخص ألازي أغنى مدرسي روسيا ولبنانية لفن تشكيلي وكتابه اليوم جزن أساس إدافي لتبادل ثقافي روسي لبناني أشخص ألازين ألفوا كتاب ولو لمرة واحدة يعرف دشكيم أغز الكتاب لدكتور نزار داهر حقيقة عن السعاد السفير روسي على زيماس الرياس بلادنا ووزير ثقافي لبناني متوجداني هنا اليوم معنا على دليل على أنه يتم تقدير واحترام دكتور نزار داهر في لبنان وفي بلازه الثاني روسيا لكتما التنظيم أول مأرد لأمال دكتور نزار داهر الفانية في هز الماركس فليهذا نوضو أن نسعيدنا دكتور نزار داهر بمأارد جديد لأماله الفانية المميزة عندنا في بداية السانة جديدة فأتمنى لكم يا أزيزي دكتور نزار تحقيق نجاحات وإنجازات الإبداعية جديدة فمميزة وإسعاد جميع من يحيط بكم بنشاطاتكم وإبداعتكم الذي لا ينتهي وشكرا جزيلا على حضوركم وشكرا مالي وزير ثقافة على كلماتك في تجاه روسيا وثقافة روسيا فبيت روسيا في بيروت ونحن غيرنا اسم هذا السانة نحن نكون ماركس ثقافة سويت بعدين ماركس روسيا لولم وثقافة وهذا السانة سورنا بيت روسيا في بيروت وما عندنا زوار يوجد عندنا ديوف ماركس من أهل بيت ونحن وابواب ماركس دايما مفتوحة في تجاه كل النشاطات الثقافية ومفيدة للبنان مفيدة لبناء جسور تواصل بين بلدين فكما أنا حكيت عند الوصول نحن نحب نقدم بيت روسيا لجميع النشاطات وزارة ثقافة في بيروت هذا الوقت صعب ونسائد لمجموعة الناس نحب يعمل شيء مفيد لتطوير ثقافة فشكرا جزيلا على قبولك هذا التقديم ومسائدة فإن شاء الله تكون عندنا مشارية كتير ميزة في مستقبل وبينها ما أهرت لدكتور نزار داهر صديق نازيس وهو ليست فقط كان مستشار في وزارة ثقافة وكانت مستشار عندنا في مركز ثقافة في روسيا في بيروت وشكرا جزيلا على قدرك وعلى كتابك جميل رح أنقوم بترجمة برئية من الجامعة اللي كانت تعلم فيها دكتور نزار تهنئة بمناسبة إطلاقه لكتابه الوسيئة هي باللغة الروسية رح أنترجمة حرفيا للغة العربية معهد غيبين الأكاديمي الحكومي في سانت بترسبورغ للرسم والنحط والفن المعماري لدى أكاديمية الفنون الروسية حضرة الدكتور نزار داهر إن معهد ريبين الأكاديمي الحكومي في سانت بترسبورغ يهنئكم بمناسبة إصدار كتابكم اطلال على ضفاف النيبة بحث في تجارب تشكيليات روسيات والمكرس للفنانين الروس واللبنانيين لعرض فن الرسم القرنين العشرين والوحدة وعشرين ولأول مرة يتم الإصدار باللغة العربية نشكركم ودائما للدكتور نزار على الاهتمام الدائم الذي يظهر من خلال علاقتكم بالثقافة الروسية ونشرها والترويج لها خارج الأراضي الروسية نتمنى نتمنى لكم النجاح والازدهار ونأمل بأن يستمر تعاوننا هذا عميد الشؤون التعليمية في أكاديمية إليا ريبين للفنون في سان بترسبورغ العضو المراسل في الأكاديمية الروسية للفنون الفنان المكرم في روسيا الاتحادية سكلار ينكو التاريخ 18-10-2021 أكاديمي كامل العضوية في أكاديمية بطرس الأكبر في سان بترسبورغ روسيا أكاديمي شرف في الأكاديمية الروسية للفنون معهد سوريك في موسكو دكتوراه شرف معهد ريبين سان بترسبورغ روسيا حائز على وسام خوشك للثقافة والفنون صادر عن رئيس جمهورية روسيا الاتحادية حائز على وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف حائز على وسام الاستحقاق الروسي أكاديمية الفنون الروسية له أكثر من 20 معرضا فرديا وله لوحات في العديد من المتاحف الأوروبية والعربية نقيبه الفنانين التشكليين اللبنانيين له ستة مشهورات مكرسة جميع الفنون إنه المكرم دكتور نزار ظاهر وليتفضل غلوبوكا وزايمي أليكساندر نيكولايرش روداكوف أصول رسيسكي فيدراسيا بليفاني سعادة سفير روسيا البيحدية في لبنان أليكساندر روداكوف معالي وزير الثقافة القادي محمد وسام المرتضة نتشرف معالي الوزير وغمارتنا باللطول سعادة جامعة بيروت العربية الدكتور عمر شرال العدوي الدكتور فادي كوين المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الروائي والإعلامي اللي اعتذر عن وصوله أستاذ أحمد علي الزين بدي تشكر الجميع على الحضور وبقدر تماما الظروف اللي محيطة فينا وبقدر الظروف الأشخاص والزملاء والأحبة اللي ما قدروا وسطوا لأكتر من سبب ولكن حضوركم اليوم بحضور معالي الوزير والدكتور العدوي والدكتور فادية والسعادة السفير والزملاء الأعزاء جميعا رفعتوا عن كهلي مسؤولية كتير كبيرة وهي أنه ما استطعت حتى الآن اتشكر وقدم لحضراتكم كل الفن الروسي اللي كان لقلي مرجع بتعلمي الفني وتعلم الأخلاقي والأدبي والفكري بفترة وفترات طويلة وحضركم تعرفوا تماما المعرك أنا ما حطول عليكم أبدا ولكن مفروض من القلب يعني يكونوا كلماتي لذلك مش هحكيوهم بالنحاوي أصلا عربية تقيل سيدس دال الجدار الرهيب اللي كان تقيم الغرب على الاتحاد السوفيتي أنا أنا خريج اتحاد السوفيتي يعني بالعصر السوفيتي الجدار الهائلي اللي كانت تقيم السياسة خليني قول بين الغرب والشرق منعت علينا كثير وأنا واحد منهم أكيد منعت علينا نفهم عمق الفن الروسي والسوفيتي العمق الإنساني يقال أنه هناك مدرسة اشتراكية أو الواقعية الاشتراكية كما يردد البعض أو مش عن سوء نية أبدا بس وصفوها بها شكل الواقعية الاشتراكية التي تتعاطى مع عامة الناس مع الفلاحين والكادحين وما شبه أنا بقول هايدي واقعية إنسانية سمحولي قبل ما كمل بدي رحب الترحيب خاص وبستأذن كون بخي وصديقي وحبيبي أبونا جوزيف خوري اللي نحنا كنا أطفال و كنا بالحركة الكشفية مدت 30 سنة و كنا عشنا الحياة الكشفية كما يجب بيهالكتاب هدا حوالت قدم جزء من عن الفن السوفيئ للروسي من الأيقوني إلى الواقعية كلاسيكية مرورا بالواقعية الإنسانية اللي قبل شوى يحكين عليها انواقعية اشتراكية أو قيلة عنها واقعية شعوب قبل السوفيات وبعد السوفيات رجعت الجمهورية لحالة في أحد الأشخاص طبعا عن طيبة قلبي بيسألني كنت مهموك بتحطير الكتاب بيسألني وبيقولي تقريبها بالحرف الواحد أنه بمعنى هل يعني هكتك مش عايش بهالدني طبعا عن طيبة قلب عم يحكي أنه اليوم من بيطبع كتاب ومين بيتكلف وتكلف باهزة وما شابث فهالزمن اللي في مجاعة حتى اللي حنوصل للمجاعة كان عندي رد واحد وقلت له ليس بالخبز وواحده يحيى الإنسان بدي اتذكر وهيدي تربيط الاتحاد السوفيتي وروسيا ما بدي جيب الصفحة السودة بتاريخ الحرب العالمية التانية بقدر اللي دخلنا روسيا نتعلم كان بديهي إن نزور المتاحف المتاحف ليس فقط الفنون التشكيلي كان كل المتاحف كان بمدينة لينينجراد اللي دايما بحب بسميها لينينجراد لاني اتعلمت فيها 11 سنة اليوم بدي احترم كمان نقلة الى الاسم سان بيترسبور كمان اللي بعتز فيها لانه حاصل على لقب أكاديمي كامل العضوي من فتحية لينينجراد اللي علمتني اللي حضنتني واللي ربتني مع زملائي اللي صرنا عددنا بالألف بيقلي شخص تاني نزار انت بتحمل الجنسية الروسية قلت له لا اللي عندك حنين دايم لروسية يعني أخذها كمان بالمسحة انه حبيت حوني حبيت كتير وبعد نحب للي الامر اللي شدد علي انه تقريبا وطنك صار روسيا قلت له بالحرف الواحد كل أرض أكرمتك فهي لك وطن فروسية أكرمتني بدي أتشكر الزملائي اللي ما قدروا فاتوا ع سكايب الفنان مروان العريدي من أميركا الفنان ستيلو سكامنكا من بيريس الدكتورة سويتلانا من أكاديمية الفنون والست نيكول حرفوش اللي مكننا لكل احترام وتأثير بدي بدي تشكر مدير مدير مركز ثقافي الروسي اللي مسمي اليوم البيت الروسي الدكتور فاديم زايت شكوف الشكر الكبير والإمتنين لزميلي وصديقي الدكتور طوني معلوف ولكل من ساهم بهالكتاب من تصحيح لغوي صدي أنا وعزيزنا الدكتور ريحاب عكاوي الخطات علي عاصي ممكن تعرفوا مع الوزير حبيبنا طبعا موجود بالجنوب وما قدر يجي وكل من ساهم بنصيحة أو توجه بتمني أو ملاحظة فأنا شكر الجميع على ذلك و لا يمكن أني قول أنو هالكتاب هدا ب لا طاقة فكري كام لي عندي ولا طاقة جسدية ولا طاقة تقنية من حيث الطباعة فشكرا لكل من ساهم بهالم موضوع هدا ورغم الظروف الصعبة اللي نحن عايش ايها الزملاء ايها المثقفين الكرام وعلى رأسنا اليوم بمثلنا معالي الوزير بقول بغياب المثقفين بتصبح الفجوة غميقة جدا بيننا وبين الوطن فيندثر الوطن وتتحل المقومات الدولة فشكرا لحضوركم ختاما بقول الأديب البحريني الله يطول بعمره بقول وهدا طلب مني بالبداية انه تعو نحلم تعو نحلم معالي الوزير فعلا انا ماني عم جامل هلا ولا دكتور كوان ولا ساعة السفير والدكتور عمر نني عم جامل بس حضور حضر كون هك مثل خليني كنت آير بكتابي وهلأ المقدر حصل على الكتاب حيتقدم على المدخل كنت آيل انه استعجلت بطباعة هالكتاب رغم انه سنتين الاخير انتين ما قدر تلبي دعوة الزمل والادارة بالأكديمية الفنون بسان بيترسفور ولكن بدأ التواصل بواسطة الانترنت وما شبه فطاعوا نحلم والشعر البحريني أو الكاتب البحريني بيقول ليس في النوم شيئا سوى الظلمة لمن يذهب بلا أحلام أما الكبير الكبير جورج حادي كان يقول وقال كيف نموت ونحن نستطيع أن نحلم تعالوا نحلم شكرا للجميع في الختام وأعضاء نغابة الفنانين التشكيليين بدوني أدمو شيء كدوزير لدكتور نزار فضل دكتور نزار في الختام نشكر الجميع على الحضور بالرغم من الصعوبات التي صدفت اليوم و نتمنى لدكتور نزار أن يكون هذا اللقاء ليس الأخير بل أن يعطينا المزيد والمزيد من رشاته وألوانه لأننا نسعد جدا بها فهي تفرح القلب يعطيكنا الفعاف